أهلا بكم مشاهدين الضوابع النهاردة حنلاقش موضوع مهم وهو ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا وأحوال المسلمين في أوروبا وما يقوم على أحوالهم ومعنا اليوم الأستاذ عبدالصمد اليزيدي الأمين عام للمجلس الأعلى للمسلمين في أرنانيا أهلا وسهلا دكتورة باركتورة فيكم وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة في البداية حابين نتعرف على دور المجلس الأعلى وما يقدمه للمسلمين في ألمانيا أو في أوروبا بشركة نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المجلس الأعلى المسلمين هو من أقدم وأبرز المؤسسات التي تشتغل على الحقل الديني في ألمانيا توجد في ألمانيا مؤسسات أخرى تهتم بنفس السياق ولكن المجلس الأعلى المسلمين استطاع أن يكون المؤسسة الأكثر وجودا في الإعلام الأكثر وجودا في مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر وجودا على مستوى المؤسسات وكذلك الأكثر تفاعلا مع الجهات الرسمية سواء كانت هذه الجهات جهات حكومية أو جهات تابعة للمجتمع المدني أو جهات إعلامية المجلس الأعلى المسلمين تأسس عام 1987 والذين كانوا في تأسيسه جلهم من المواطنين الألمان الأصليين فكروا في ذلك الوقت بأنه لا بد أن يكون للمسلم الألماني مؤسسة تشكل مرجعية له والمجلس الأعلى المسلمين يشتغل على ثلاثة أبواب يشتغل في مجال التأطير تأطير عموم المسلمين عندنا مجلس علمي يقوم بالتأطير العلمي لعموم المسلمين على مستوى التنسيق نحن نحاول أن يكون هناك تنسيق بين أعلى المجلس علم المسلمين عندنا المجلس يمثل أكثر من ثلاثمائة مسجد داخل ألمانيا أن يكون الاستفادة من تجارب المساجد بعضها البعض أن لا نقوم باكتشاف العجلة دائما من جديد إنما أن نستفيد من تجارب من سبقنا سواء في التجارب الإيجابية أو لتجارب السلبية أن نستفيد منها والنقطة الثالثة هي مجال التمثيلية فنحن المخاطب للحكومات نحن المخاطب للإعلام في أمور مختلفة تعرفون على أن جل الدول الأوروبية عندها أنظمة علمانية تفصل بين المؤسسة الدينية ومؤسسة الدولة إلا أن علمانية ألمانيا علمانية خاصة حيث أن ألمانيا تقر في دستورها نوعا من التشاركية بين مؤسسة الدولة وبين المؤسسة الدينية المؤسسة الدولة معروفة بإداراتها وبحكوماتها وبمن يمثلها أما المؤسسة الدينية فنحن من يمثلها نحن في مصر الشقيقة الشأن الديني مهيكل هناك وزارة للأوقاف هناك مجلس للشؤون الإسلامية هناك كذلك الأقليات الغير مسلمة عندها هياكلها عندنا الأزهر الشريف الذي له دور كبير وعظيم ليس على مستوى مصر فقط إنما على مستوى العالمي هذا الأمر غير موجود في السياق الأوروبي فنحن من خلال مبادراتنا الجماعية كان علينا أن نؤسس مجالس تقوم بهذه التمثيلية والمجلس الأعلى المسلمين حاضر في جل المحافل المختلفة الذي يميز المجلس كذلك هو أنه مؤسسة ألمانية بامتياز نحن عضاء المجلس لا ننظر إلى أنفسنا على أننا جالية كما كان يقال أو كان في وقت من الزمان أباؤنا كانوا يسمون العمال الضيوف وكأن تواجدهم في ألمانيا مرتبط بالعمل وهم سيظلون ضيوف نحن ننطلق من منطلق المواطنة المواطنة التي في الحقيقة أسس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال وثيقة المدينة في المدينة المنورة أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقة تؤثر التعامل والتعاون بين مكونات المجتمع في المدينة المنورة الذي كان مجتمعا متعددا كان فيه اليهود بقبائل وتوائف مختلفة كان فيه المسيحيين كان فيه المجوز كان فيه المسلمون هذه الوثيقة أطرت هذا التعايش بناء على تلك المواطنة وأنا أريد هنا أن أبني الجسر إلى ما نراه في مصر مصر كذلك دولة فيها اعتراف بالتوائف متعددة فيها كنائس أورتدوكسية فيها الأقباط فيها الكنائس الإنجلية فيها طوائف وفيها تعايش والكل تشمله هذه الوطنية وهذه المواطنة هذا هو الأمر الذي نشتغل به نحن في ألمانيا فلغتنا الأساسية سواء داخل المؤسسة أو خارجها هي اللغة الألمانية والذي يميزنا من جهة أخرى هي تلك التعددية الموجودة داخل المجلس المسلمين فعندنا مجالس في ألمانيا يوجد أكثر من 5.4 مليون مسلم أكثر من 3 مليون مسلم هم من أصول تركية لهم مجالسهم التركية تسير من تركيا وحتى الأئمة يوفدون من تركيا وما إلى ذلك نحن في المجلس لم نهج هذا النهج نحن جعلنا المواطنة الألمانية هي الجامعة الجامعة فنحظن في مؤسساتنا مسلمون ألمان من أصول مغاربية من أصول من الشرق أو بدل غربي بدل الدول الأسيوية من الدول الإفريقية بدل الدول البلقان المسلمون الألمان الأصليين الذين هم من أصول ألمانية وهذا التنوع أن أعتبره إثراء وكذلك عندنا تنوع مذهبي وعندنا تنوع لغوي فيما يتعلق بالأصول ولكن الذي يجمع الجميع هي هذه المواطنة الشاملة وأنا أعتقد أننا إذا نحن فهمنا معنى المواطنة معنا صحيحا وكاملا فبالتالي سنكون فعالين في المجتمع ونأمل أن المجلس حقيقة يكون فعال شيئا ما وقد يفيد المسلمين ولكن غير المسلمين كذلك لأن المواطنة تشمل الجميع بالتأكيد حدثنا عن فكرة كيف تتعاملون مع ظاهرة الإسلاموفوبيا وبالتأكيد المسلمين في دول العالم بيعانوا من هذه الظاهرة وكيف تتعاملون مع هذه الظاهرة وكيف تقدمون صورة صحيحة عن الإسلام حتى لا تنتشر هذه الظاهرة في دول العالم هذا موضوع مهم جدا قضي الدكتورة داليا لأن هذا الداء الإسلاموفوبيا هو في الحقيقة يعني يضر المجتمعات التي نعيش فيها ولا يضر المسلمين فقط قد هذه الطيارات وهذه الأحزاب اليابينية المتطرفة التي رفعت شعار محاربة الإسلام ومحاربة المسلمين هم في الحقيقة يحاربون القيم التي تأسست عليها هذه الدول ألمانيا إلى حد قريب كانت تشكل استثناء إيجابيا حيث أن هذه الطيارات إلى حد قريب قبل عام 2015 لم يكن لها ذلك الحضور على المستوى الحكومات الولائية والحكومة المركزية ولا حتى على المستوى الشعبي بالشكل الذي نراه الآن أو الشكل الذي نراه في الدول أخرى ولكن بعد 2015 في عام 2015 استقبلت ألمانيا عدد كبير من اللاجئين من سوريا ومن العراق ومن أفغانستان ومن دول أخرى استقبلت أكثر من مليون لاجئ في عام واحد وهذا الواقع استغله المتطرفون اليمينيون من أجل التخويف من أسلمة ألمانيا والتخويف من المسلمين ويسوقون على أن هذه الثقافات التي أتت الآن بهذا الكم الهائل إلى ألمانيا أنها لا تستطيع أن تندمج في المجتمعات الأوروبية الغربية بينما العكس صحيح بينما نحن ديننا دائما يأمرنا أن نكون فعالين وأن نكون إيجابيين وأن نكون مندمجين ويعطي للأعراف حقها فلذلك هذه السياسة التخويف ساهمت أن يتغير الأمر في ألمانيا الآن حقيقة نعاني النساء والبنات المحجبات يضطهضن في وسط الشارع وكذلك المساجد يتم الاعتداء عليها ولا نرى هناك تضامنا وتآزرا مجتمعيا بالشكل الذي يجب أن يكون وكأن القضية المسلمين قضية هامشية ما هو سبب هذا الاتهاد من موجة نظر حضرتك هل لأسباب تتعلق بتقديم سورة سيئة من جهات جماعات متطرفة كانت سببا في أن تقدم سورة سيئة عن الإسلام فبالتالي عانوا المسلمين الوسطيين أو المسلمين بشكل عام من هذا الاتهاد طبعا إذا أردنا أن نحلل هذه الطاهرة فلجب أن ننظر إليها من زوايا مختلفة هناك إشكالات داخلية هناك أن كثير من من ينسبون إلى الإسلام والمسلمين استغلوا هذا الدين الذي هو دين السماحة والاحترام والتعايش والرحمة استعملوه لأن يقوموا بفضائع عبر العالم ويقوموا بأرهاب ولا يمكن لنا ولا يجب لنا أن ننكر هذا هذا جزء من الإشكالية وكذلك هناك جزء آخر وكذلك متعلق بنا نحن أننا لم نسهم بالطريقة الصحيحة في أن نكون جزءا من المجتمعات التي نعيشها كثير مننا لم يتصالح مع مصطلح المواطنة إنما ما زال ينظر إلى نفسه جالية والجالية من الجلاء الجالية أنك لا تبقى ولا تستمر فالذي يرى إلى نفسه أنه ليس جزءا من المجتمع لا يستطيع أن يكون إيجابيا فيها هذا كذلك جزء من المشكل ولكن هناك جزء خارجي هو أن هناك جزء من المجتمع الألماني ولا يمكن إنكار ذلك عندهم تلك النزعة الفاشية والنازية وعندهم الكراهية لكل آخر ووجدوا في المحاربة الإسلامية والمسلمين تلك العنصرية التي ممكن أن يفصحوا بها أمام الملاء لا أحد يتجرأ في العلن بأن يعتدي على اليهود هناك اعتداءات وهناك معادات للسامية في الخفاء ولكن لا يتجرؤون أن يصرحوا بها بينما أصبحت الإسلام وفوبية متاحة لجميع ومن أوساط البرلمان هناك نواب ونائبات في أحزاب متطرفة وكذلك في بعض الأحزاب الكبيرة التي لها ثقل ولها تاريخ في ألمانيا يتحدثون على الإسلام بالصفة العامة على أنه إيديولوجية وعلى أنه فيروس يجب أن يحاصر وهذا فيه ظلم كبير للمسلمين إذن القضية جزء من المسؤولية نتحملها نحن وعلينا أن نصحح مفاهيمنا وأن نصحح تصرفاتنا ولكن كذلك هناك جزء كبير يتعلق بباقي المسلمين ولكن هذا بيضع عليكم تحديات كثيرة وإشكاليات كثيرة في فكرة الاندماج المسلمين في المجتمع الألماني وتقديم صورة طليق بالمسلمين في ألمانيا حتى لتغيير هذا الفكر في ألمانيا اللي ربما تصعد أصوات عاقلة تنادي بعدم اضطهاد المسلمين أو تحترم فكرة أنه يوجد مسلمين سلميين مندمجين في المجتمع الألماني أو في المجتمع الأوروبي بشكل عام ما هو دوركم كمجلس أعلى للمسلمين في ألمانيا في هذا الصدر؟ نعم نحن عندما ذكرنا أدوار المجلس ذكرنا على أن هناك تمثيلية وهناك تنسيق ولكن هناك كذلك التأطير علماءنا يجب أن يكونوا قدوة في هذا الأمر فنحن في المجلس المسلمين ندعو مثلا عند كل انتخابات تشريعية ندعو المواطن المسلمين بأن يسهموا بأصواتهم وأن يشاركوا في الأحزاب لأن هذا عربون وهذا دليل على إحساسهم بالانتماء والأوطان التي هم فيها نحن لا ندعو إلى انتخاب حزب معين على حساب حزب الآخر ولكن ندعو إلى المشاركة السياسية كما ندعو إلى المشاركة المجتمعية والنقابية وأن نساهم في الإعلام وأن نساهم لأن هذا الوطن هو وطننا قضية الاندماج أنا أعتقد أن أصلا مصطلح الاندماج مصطلح متجاوز الذي يجب أن يحل محله في رأيي المتواضع هو مصطلح المواطنة لأن الذي يندمج هو الذي يعترف بأنه ليس جزء من المجتمع الذي فيه هو غريب على المجتمع فيحاول أن يندمج مع المجتمع الجديد ولكن الدكتورة داليا أنا متحدث إليكي أنا ولدت في ألمانيا ووالدتي ووالدي كان في ألمانيا وجدي كان في ألمانيا وابني عنده عشرين سنة الآن هو يعيش في ألمانيا كيف يكون ابني أو أنا أفكر بأن ألمانيا هي غريبة عليه هي دولتي وهو وطني هذا لا يعني بأن أصولي المغربية أنها تتعارض مع انتمائي لألمانيا أعتز بهذا وأعتز بذاك كما للإنسان والطفل والشاب والرجل والخلفية العربية أو الخلفية الإسلامية يعني لها دور أيضا في تشكيل شخصية الإنسان وهي أصبحت جزء من المجتمع القمالي وأنت تعيش في مجتمع يختلف معك في الدين يختلف بالتأكيد في الأفكار وهنا يكرح نفسه مصطلح الاندماج يعني فكرة أن تندمج مع مجتمع ليس هو من قيمك وليس هو من تقاليدك أو عاداتك أو دينك وبالتالي هناك مسلمين في ألمانيا يصعب عليهم فكرة الاندماج نتيجة هذا الاختلاف بل يصعب عليهم حتى أن ينظروا إلى أنفسهم أنهم مواطنين يعني يعتبرون أنهم جاليات وهو يعيش في الجيل الثالث والرابع وما زال ينظر لفسه أنه جسم غريب على المجتمع ولكن هذا ليس من الإسلام في شيء نحن ذكرنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس لمفهوم المواطنة في المدينة المنورة فأسس لأن يكون ذلك اليهودية الذي يعيش جارك وأنت مسؤولان على الوطن الذي تعيشان فيه ما هي البرامج التي تقومون بها لتفعيل هذا الاندماج والإيمان بفكرة المواطنة في جهة المجتمع المسلمين؟ برامج المجلس على المسلمين في هذا الصدد يعني متنوعة وكثيرة جداً ونحن عندنا حضور على عندنا موقع رسمي اسمه سنت غارغات وعندنا موقع اسمه إسلام دي إي وعندنا حضور في وسائل التواصل الاجتماعية نشرح فيها كل مرة عن أنشطة مختلفة ومبادرات مختلفة على سبيل المثال نشتغل مع السادة الأئمة والواعظات من أجل أن يتعلموا اللغة الألمانية لأن أبناءنا يتحدثون الألمانية أكثر من العربية نحن نهتم باللغة العربية ونعتز بها وهي لغة القرآن وهي جزء من هويتنا ولكن الواقع أن الذي يعيش في المجتمع الألماني ويتربى هناك تسفح اللغة الألمانية هي الأساسية عنده وهي التي يتواصل بها أكثر فنريد أن أئمتنا وأن نواعظاتنا أن يتحدثوا مع الشباب وأن يتواصلوا مع الشباب اللغة التي يفهمونها لساناً وفكراً فعندنا بعض البرامج التي نحاول أن نؤثر من خلالها الواعظات والسادة الأئمة الكرام وكان عندنا برنامج مع معهد جوتل ألماني ومع مؤسسات من المملكة المغربية دعمت مجموعة من الأئمة في تكوينهم لغوياً وتكوينهم ثقافياً فيما يتعلق بالواقع هذه الدعوات المشاركة في الانتخابات ومشاركة في المجتمع المدني بجميع مكوناته هي كذلك تسهم في تحقيق تلك المواطنة وعندنا أنشطة أخرى على سبيل المثال متعلقة بمحاربة الفكر المتطرف يعني دائماً حتى وإننا تحدثنا عن الإسلاموفوبيا دائماً يجب أن ننظر إلى القلية من زوايا مختلفة فهناك حقيقة من أبناء جلدتنا ومن بعض الطيارات ومن بعض الحركات التي تستغل الدين من أجل أن تمرر أجندات سياسية هذا يجب أن نحاربه جميعاً أن نحاربه جميعاً وأن نقف ضده وأن نوضح وفي هذا نحن في المجلس المسلمين نهجنا نهج أعتبره فريد في السياق الأوروبي هو أننا أولاً نحن مؤسسة مستقلة ولا تتدخل فينا أي جهة خارجية ولكن في نفس الوقت نبني جسور التواصل بين ألمانيا بيننا نحن كمواطنين ألمان وبين مؤسسات في العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي ونستفيد مثلاً من بعض المبادرات الأزهر الشريف يجب ذكر هنا المبادرة الرائدة والرائعة التي قام بها شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان هذه الوثيقة التي أخرجوها للإنسانية وثيقة الأخوة الإنسانية نحن نشتغل عليها وقد كان لنا في هذا العام في فبراير لقاء مع الكنيسة الكاتوليكية في ألمانيا لقاء بين القيادات الإسلامية في ألمانيا والكيادات الكاتوليكية وكان موضع الحوار هي وثيقة الأخوة الإنسانية كما أن هناك من الوثائق والمبادرات عبر العالم الإسلامي التي تستحق أن ندعمها وأن نشجعها ونحن نعتبر أنه هذا كذلك من دورنا لأن هذا سوف يسهم في تصحيح أنماط فكر خاطئة عن الإسلام والمسلمين العامة خلينا نتكلم عن دوركم في هل لديكم برامج اجتماعية أو تربوية أو دينية للحفاظ على الشباب المسلم من محاولة التجنيد أو من محاولة الفكر المتطرف داخل المساجد ألمانيا؟ هذه هي نقطة مهمة جدا اشتغلنا أذكر لك نموذجيا مشروعا اشتغلنا على مشروع اسمه الفضاءات الآمنة الفضاءات الآمنة هذا مشروع دعما من طرف الحكومة الألمانية بالميزانية الضخمة كنا هذه المساجد التي استغلها البعض من أجل التجنيد ومن أجل سويق أفقار خارجة ودخيلة على الإسلام وبدأ المجتمع يتحدث بأن البساجد تفرخ لنا الإرهابيين وتفرخ لنا العنصريين والمتطرفين هذه البساجد حولناها وساهمنا بمشروعنا أن نحول مفهومها إلى فضاء آمن فضاء يحقق الأمن الروحي للمسلم ولغير المسلم ولا يخرج منه إلا الخير فكنا نرتب أنشطة مع شباب ومع مؤطرين لهم فكر ولهم مستوى علمي متنور يقومون بترشيد الشباب وبتصحيح المفاهيم وبشرح لهم أسس هذا الدين الذي تأسس على الرحمة وتأسس على التعايش كان هناك مشروع آخر دعمته مفوضية أوروبية كذلك نشتغل فيها على وسائل التواصل الاجتماعي لأن كثير من الطيارات المتطرفة تستغل اليوتيوب وتستغل الفيسبوك وتستغل ذلك من أجل تمرير أجنداتها الخبيثة فقمنا نحن بترجمة وبإعداد أفلام كارتونية وبعض الأفلام وبعض التسجيلات التي فيها حوارات مع مشايخ أجلاء باللغة الألمانية لكي يجد الشاب المسلم ألماني البديل لأننا لا يكفي أن نشير بالأصابع إلى مشكل الخلل وأن نقول أن هذه الطيارات ضارة وأن هذه الجماعة مفسدة وما إلى ذلك إن نحن لم نقدم البديل فإننا في حقيقة لم نقدم شيء وهذه البدائل من بين بعض الأنشطة التي نخدم عليها وهناك أنشطة كثيرة يعني نعتز بأن المجلس بحضوره المتميز يعني استطاع أن يشتغل في آن واحد في ملفات مختلفة يعني في دول أوروبية كثيرة ومن ضمنهم فرنسا بيعانو المسلمين فكرة المحاصصة في المجالس والمساجد وما إلى ذلك هل تعاني ألمانيا من نفس هذه الإشكاليات؟ هو فيه يعني بعض الأحيان تكون استغلال القومية من أجل يعني توضع فوق المواطنة يعني القومية الأصلية فيأتي المغاربة ويحاولون عند يكون مشر فقط للمغاربة وكذا وهذا أمر هو ليس من الإسلام في شيء ولذلك عندما ندعو إلى المواطنة الشاملة فندعو إلى أن نطلق هذه الأفكار وأن ننطلق كيف أن نطلب نحن كمواطنين ألمان وإن كانت أصولي مصرية كيف أطلب أنا من مصر أو من جهة مصرية أن تأتي لتحل مشاكلي وأنا مواطن وقد ولدت في هذه البلاد وعندي من الآليات القانونية والدستورية التي ممكن أن أحل بها مشاكل أو على الأقل أن أتدافع من أجل تحقيق المصلحة العامة فلذلك منهجنا ليس هو ذاك هناك حتى داخل ألمانيا كثير من المؤسسات التي تأسست على هذا النهج القومي ولكن نرى بأنه ليس لها مستقبل وبين المستقبل هو الاعتراف أولا ثم تفعيل المواطنة الشاملة هل يمكن أن نتحدث عن فكرة ميزانية المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا من أين تأتي هذه الميزانية وهل يوجد رقابة عليها أمن؟ لأن نسمع عن جماعات أو تجمعات بيكون لديهم تمويلات خارجية لا يعلم عنها شيء فنحن بصدد هذا السؤال نريد أن نعلم عن المجلس أكثر في هذا الصدد والمجلس على المسلمين ليست له أي تمويلات وأي دعم خارجي كل تمويلاته من الانخراطات المساجد المنضوية تحته تدفع الانخراط معين وذلك يعني مستوى متواضع جدا ولكن هناك بعض ومعنى تبرعات تبرعات ليس فقط تبرعات إنما انخراطات سنوية اشتراكات يعني كل مسجد في ألمانيا يريد أن يختار أن يكون عضوا في المجلس الأعلى المسلمين سواء على مستوى الولايات نحن عندنا نظام فدرالي في ألمانيا وعندنا مجالس جهوية ولائية أو على مستوى المركز فبالتالي عليها أن يدفع انخراط معين اشتراك معين يدفعه كل سنة وهي مشاركة رمزية لا تكفي الكثير إضافة إلى ذلك عندنا شراكات مع الحكومة الألمانية وعندنا تمويلات ولكن ليس في مجال الشأن الديني المحض لأن الدولة تبقى دولة علمانية ولا تموّل الشأن الديني ولكن عندنا شراكات وعندنا تعاون وعندنا تمويلات النظرات الاجتماعية بالضبط فنحن مثلا عندنا ملفات نشتغل على اللاجئين وإدماجهم في المجتمع في ملفات متعلقة بمحاربة التطرف ملفات أخرى متعلقة بمجالات مختلفة نأخذ في انخلال ذلك ميزانيات القانون الألماني لا يجرم أن يكون هناك دعم خارجي ونحن كذلك لا ندعو إلى تجريم هذا الأمر ولكن يجب أن تكون هناك شفافية وأن تكون هناك استقلالية فنحن في المجلسة المسلمين على استعداد أن نتعاون مع مؤسسات دولية وأن نحن في تعاون مع مؤسسات دولية وأن نشتغل على برامج تفيدنا وتفيدهم بمنطق رابح رابح وبشفافية كاملة مؤسساتنا مسجلة بطريقة قانونية في المحاكم الألمانية الألمانية وبالتالي حتى الأموال التي تدخل يجب أن تدخل على حسابات رسمية وأن تصرف بطريقة رسمية علينا رقابة بالتالي 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 ونحن لا نريد شيء غير ذلك لأن لما تكون هناك أموال غير مقننة وغير مهيكة لقد تستغل أمور لا يحمد عقلها خلينا نكلم عن فكرة الأسلمة وطوال الوقت الغرب ما يقلقه هو فكرة أسلمة المجتمع أو تدخل في القيم وهوية المجتمع الأوروبي بشكل عام كيف ترون ذلك؟ هو في حقيقة كما ذكرت حتى الإسلاموفوبيا لما شرحنا أسبابها كذلك هذه الأسلمة هي نتيجة سياسة تخويف هناك من الناس هم أصلاً يحملون في داخل نزعة عدائية لكل آخر ويجدون في قضية الإسلام وتهمة الأسلمة هذا المتنفس وكذلك هناك من بني جلدتنا من من يحسبون على الإسلام المسلمين من يغدون هذا التوجه ويساهمون فيه بطريقة بشعة حتى أن هناك أصوات في ألمانيا تقول نحن مسلمون ولكن الإسلام إيديولوجيا كذا وكذا ولا يقولون أن طائفة معينة أو حركة معينة إنما يعممون فهذا يغدي هذا التطرف والذي نحن نحاربه بكل ما نؤتى من إمكانيات الأسلمة هذه عنوان يختفي وراءها العنصريون ليمينيون داخل ألمانيا وهم في تزايد لأسف الشديد رأينا بأن الحزب سمى نفسه بديل من أجل ألمانيا وهو قد يكون كل شيء إلى أن يكون بديلا لألمانيا هذا الحزب دخل البرلمانات دخل البرلمان الاتحادي والبرلمانات الولائية كلها بنسب كبيرة لأنه استغل ورقة اللاجئين وورقة الإسلام من أجل تحقيق سياسة تخوي فيه ونجح إلى حد كبير ولكن نحن نجيب أن نوضح وأن نقول بأن المستهدف هنا ليس بدرجة هو الإسلام حتى وإن ذكروا الإسلام والمسلمين والأسلمة المستهدف هو الوطن ككل والذي سيحترق هو الوطن ككل فلذلك نحن أسسنا تحالفات مجتمعية عابرة للأديان عابرة للثقافات عابرة اللغات فيها يعني مسلمون ويهود ومسيحيون وغير متدينين ونتعاون من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد وطننا ويجب أن يفهم المجتمع الألماني بأن هذا التهديد حتى وإن كان في ظاهره يبدو أنه الإسلام هو المستهدف الإسلام من طبيعته أنه دائما يعني لا يتأثر سلما بالأزمات يعني ما كانت هناك أزمع الإسلام إلا وساهمت هذه الأزمة أن الناس تقرأ عن الإسلام الحقيقي تكتشف أكثر وتكتشف يعني من خيراته الكثير نحن معشر المسلمين يعني بضاعتنا بضاعة قوية ولكن للأسف نحن لا نحسن تسويقها في كثير من الأحوال أتمنى أن يكون لكم دور في المستقبل بشكل كبير في مجابهة فكرة الأسلام وفي محاربة من يقومون بهذه الفكرة ويرسلون للأوروبيين صورة سيئة حول الإسلام وخصوصا أن يليمين المتطرف حيكشاف في معظم البلدان الأوروبية الآن يطرح نفسه بقوة وفي إيطاليا وأجدنا أنهم يعني صعدوا بانتخابات وحضرت حدثت عنهم في ألمانيا وأيضا في فرنسا كان لهم تجربة في الانتخابات الرئاسية السابقة فنحن بصدد أن هذا اليمين المتطرف يصعد في أوروبا وبالتالي هذا يعطيكم تحديات جديدة أعتقد أنكم سوف تكونون على هذه المسئولية وعلى قدر هذه المسئولية ونتمنى أن يكون هناك تعاون دائم بيننا ودائما تكونون يعني واجهة إسلامية مشرفة تساعدون المسلمين والإسلام في ألمانيا بشكل أفضل وفي أوروبا بشكل عام أشكرك وأشكر حضورك معنا اليوم أشكركم مشاهدين الضوابة على لقاء آخر إن شاء الله أشكرك أشكرك ترجمة نانسي قنقر